الخطاب الملكية ليست قرآن منزل ولكن يجب أن نتلقاها بكل ما تستلزم من الاحترام والدراسة فإذا كانت هناك بعض القضايا التي يرى فيها طرف من أطراف المجتمع وجهة أخرى فإنه هذا لا يمنع أن يتوجه إلى جهة الملك بطرق المعروفة وبالاحترام اللازم وجهة الملك سأخذ بعين الاعتبار مطلب هذا وقع مثلا في الخطاب الملكي الأخير كان واضحا أن مجلس المستشعرين لن يتشكل من النقابات ومن الغرف في الخطاب الملكي بل كان مجلس المستشعرين سيكون فقط مشكلا من الجماعة الترابية فالنقابات لما نقشت النقابات والأحزاب السياسية طلبت من جلالة الملك أن ينصفها فتم إنصفها وتم اشراك النقابات في الغرفة الثانية فإذا فهذا قضية أن الخطاب الملكي ليس قراء المنزل ولكنه محترم ترجمة نانسي قنقر